اشتركوا في القناة احنا اكملنا مهمتين ناخد 45000 الان صارت 50000 النقطة الثانية اول ما نزلت التحديات فيه اثنين تحديات كان عليها مشاكل وغيروها بتحديات ثانية حبيت اقول لكم الشي هذا اللي المعلومية طيب خلينا نبدأ في التحديات التحدي الاول يقول لك اسقط خشب الصنوبر وازح جلاميت شاردة في مواجهة واحدة عدد اثنين الجرمود الشارد اللي هو الصخرة هذي المطلوب منك انك تزيح هذه الصخرة وتطيح خشب الصنوبر الاثنين في جيم واحد يعني ما ينفع تسوي كل واحدة في جيم فالطريقة انك تسوي كده وتسوي كده كده يسوي معاك التحدي او انك تطيح الصخرة على الصنوبر ويسوي معاك التحدي فيمتو كيف طيب في التحدي التاني يقول لك اركز في سفينة الشعلة والسفينة اللي نعطاف والتأمين لا للتعرق عدد ثلاثة المطلوب مننا ان احنا نركز في ثلاثة مواكع الموقع الاول هنا بس اما تيجي ترقص هنا ترقص فوق السفينة انتبهوا تمام والموقع الثاني حيكون هنا في تلتت وترقص فوق المنطاد اللي هنا والموقع الثالث حيكون هنا وحترقص فوق المنطاد انتبه اذا انت رقصت بره المنطاد ما هيزبط معاكم التحدي ضروري انك ترقص فوق المنطاد كده حيسوي معاكم التحدي تقدروا يسويه في كده جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي التالي تقول لك يستخدم رشاشة زيبك على هيكل واجتزه خلال خمسة ثوانية عدد واحد رشاشة زيبك اللي هو هذا فين تحصله تحصله في الارض وتحصله وسط الصناديق تمام طيب كيف تسوي التحدي هذا في عندك طريقتين يا انك انت تبني وترمي عليها الزيبك وتعدي من الهيكل طيب اذا ما زبط معاك الطريقة هذه فانت تعال على اي بيت تحصل هيكل زي كذا ترمي عليه وتدخل عندك خمسة ثواني فقط يعني خلال الخمسة ثواني تعدي من الهيكل نفس النظام هذا هيتسوي معاكم التحدي على طول طيب في التحدي الرابع اقول لك اشتري من آلة علاج عدد واحد آلة العلاج اللي هي هادي اذا عليها علامة الزايد هادي آلة بيع علاج شوفوش عندها تشتري متكيت تشتري رضاعات اللي يجيبك دروع اهم شي اذا اشتريت اي شي من آلة العلاج حيتسوي معاك التحدي على طول تمام لانه في مكينات تبيع اسلحة فما هيزبط معاكم التحدي طيب في التحدي الخامس يقولك انشر خندكا محصنا متنكلا في موقع معين عدد واحد الخندك المحصن اللي هو هذا خندك محصن متنقل فين تحصلوه تحصلوه مرمي في الارض وتحصلوه وسط الصناديق بس اكتر شي تحصلوه مرمي في الارض واكتر مكان حتحصلوه هو هذا المكان في هذه المنطقة تمام طيب ايش يعني موقع معين يعني اي موقع باسم اذا في اي موقع باسم تروح الينا الموقع هذا وترميه نفس النظام ده حيساوه معاكم التحدي على طول طيب في التحدي السادس يقولك طور اسلحة الزعبق المتطورة على طريق الحاقة الضرر عدد خمسة على اسلحة الزعبق اللي هي هذه واحد اثنين عندك الشوتقين شوفهو زعبقي وعندك مندقية هجومية زعبقية طيب وين تحصلوها لحظوا معايا عشان تعرفوا فين تحصلوها تحصلوه في الاماكن اللي فيها الكروم هنا هنا او هنا اي منطقة فيها منطقة الكروم زي كذا هتحصلوها فيها غير كذا ما تحصلوها لتعب نفسك وتلفلف كثير في المناطق اللي فيها الكروم يعني هنا فيه هنا كمان تقدروا تحصلوها طيب كيف تطويرها عن طريق إلحاق الضرر لاحظوا الاسلحة هذه يعني تنفعكم حتى في اللعب هذه الاسلحة كل ما دمجت كلما تطورت لاحظوا الخط اللي تحت كيف لونه اخضر والسلاح لونه اخضر اول ما تدمج فيه لاحظوا معايا شوفوا ثواني شوف سال لونه ازرق شايفين اهو كل ما دمجت تطور كل ما طلقت تطور زيادة لحن معايا ازرق اذا طلقت تتحول بنفسجي فيبتو كيف فهو المطلوب منك انك تطور خمسة اسلحة يعني تقدر تطوره اربع تطويرات والسلاحة التانية اهم شي عندك خمسة تطويرات اذا طورتها تقدر تسويها في كده جيم مو ضروري في جيم واحد وتقدر تسويها على القرش تقدر تسويها على الحيوانات في التحدي السابع والاخير اباكم تركزوا في هذا التحدي لانه موضوع شوي معقد يقولك قم بتصفية لاعب من الاعداء في غضون خمسة تواني من الرقد وانت مغطى بالزعبك عدد واحد كيف تسوي التحدي هذا لحظة معايا اذا فيه قدامك عدو تغطي نفسك بالزعبك نفس النظام ده وتجري الجري السريع وتعد واحد اتنين ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة بعد كده تخرج وتقتل الشخص هذا على طول هيسوي معاكم التحدي على طول ضروري تقتلوا مو تدمجوا وتقتلوا يعني تغطي نفسك بالزعبك تجري الجري السريع في غضون خمسة تواني على طول تقتل الشخص هذا تمام؟ لانه مكتوب في التحدي يقولك قم بتصفية لاعب من الاعداء في غضون خمسة تواني من الرقب وانت مغطى بالزعبك فيبتو كيف حيسو معاكم التحدي على طول هذه كانت جميع التحديات الأسبوعية للمهام الأسبوعية للأسبوع الصفر ان شاء الله بقية التحديات في كل أسبوع حنزلها في قناتي كده وصلنا لنهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الائتم شوب اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله يتقابل في مقطع آخر وفي أمان الله اشترك في القناة اشترك في القناة